الشاهد أن سيدنا آدم استوحش سكن الجنة ونام ثم استيقظ فوجد بجانبه حواء السيدة حواء عليه السلام هي امرأة من جملة نساء تحدث عنهم الله في الكرآن طيب كم امرأة تحدث عنها الله في الكرآن الله سبحانه تحدث عن 21 امرأة أو 21 امرأة في الكرآن 21 امرأة تحدث الله عنهن صراحة وجملة في القرآن السيدة حواء عليه السلام اول مرأة في الكون واجمل مرأة في الكون كله سيدنا يوسف عليه السلام ورث سدس الحسن عن السيدة حواء عليه السلام ولذلك جاء في وصفه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته رأيت أخي يوسف وقد أعطى شطر الجمال أي نصف الجمال السيدة حواء لما وجدها آدم عليه السلام جاءت الملائكة وقالت لسيدنا آدم وكأني بالملائكة تسأل آدم عليه السلام تقول له ما هذه يا حواء أو من هذه يا آدم من هذه يا آدم قال إنها حواء قالوا ولم سميت حواء قال لأنها خلقت من شيء حي معلوم أنها خلقت من ضلع آدم عليه السلام طيب خلقت من الضلع الأيمن أم من الضلع الأيصر يا خلقت من الضلع الأيصر بجانب القلب حيث المودة والمحبة والحنان والعاطفة ولذلك سميت حواء لأن المرأة معلوم أنها تميل إلى المودة وإلى المحبة وإلى الشفقة وإلى الحنان لكن هناك بعض النساء يقطعن نياط القلوب هناك نساء امتزن بالغلظة وامتزن بالجفاء لكن الصورة السائدة العامة للمرأة أنها حنونة أنها رقيقة الطباع رقيقة السلوك هادئة الكلام وهادئة في الحديث فقالوا له ولما سميت حواء قال لأنها خلقت من ضلع حي